إذن هذا المنهج هو خلاصة حضارة من الحضارات ويجب أن نعرفه ونحن الآن حينما نتحدث مثلا عن منهجنا نحن في الثقافة الإسلامية نقول إن حضارتنا حضارة تربط بين الأرض والسماء فيها الوحي وفيها ما هو أرضي حينما يريد شخص ما أن يلغي العقل نقول إنك لم تفهم حقيقة الحضارة الإسلامية لأن حديث العقل في القرآن كبير وطويل ولكن حينما تريد أن تجعل الناس يفهمون النصوص فهما ظاهريا وتمنع الناس أن يفكروا في النصوص فهذا خطأ ولكن حينما تلغي النص وتريد أن تجعل الثقافة المعاصرة هي ثقافة عقل تلغي النص نقول هذا خطأ آخر هذه المزاوجة هذه المزاوجة والجمع بين النص والعقل وشغل علماء المسلمين الكبار العلماء الأثبات ما كانوا نصيين ظاهريين ولا كانوا عقلنيين يلغون النص وهذه مشكلتنا وهذه رسالتنا الآن أن لا نغيب العقل ونستحضره بشروطه كما تحدث عنه العلماء والأصوليون ونستحضر كذلك فهم النص ونحن من يفهم النص هذه الأمر يجب أن نكون منذ الآن على بينة منه نحن نفهم النص بقواعد العلم لا بالتشهي العلم لا يكون بالتشهي بالقواعد وأنا أذكر لكم كتابا وأنتم تكتبون الآن وداء سأحاول إن شاء الله أن أحيي لكم على المكتبة لأن كثير من الطلاب لا يعود إلى المكتبة وبالتالي سيبقى دائما تبقى معرفته ضعيفة وضحلة لأنه إذا كان لا يعود إلى المصادر فهو يتلقى درسا ثم ينساه ويتهى الأمر فأديم الصالح دكتور أديم الصالح له كتاب في مجلدين كبيرين في تفسير نصوص لأجل أن نقول لكل من يريد أن يهجم على النص من النصوص ليقول أنا أفهمه كما أريد هذه ضوابطنا في فهم نحن نحرار في فهم النص فكيف تكون أنت حر حرا وأنت لست من أهل الجهة ولا الاختصاص نحن تابعنا هذا مع ذلك نشعر بأننا نتحرك نحو النص وفق خريطة معينة وفي حدود معينة إذن فهذا لأبين به ما ذكرت لكم أن المنهج هو خلاصة حضارة ليس شيئا زائدا المنهج خلاصة حضارة من الحضارة منهجنا الإسلامي في البحث جامع بين النص والعقلي هؤلاء اليونان أو أريستو عبر عن منهجهم بأنه منهج يذهب في اتجاه العقلي ويلغي التجربة ويراها شيئا من شأن العبيد ترجمة نانسي قنقر شكرا